انه لجنة التمكين المحلولة ردد على مناوي وردد على كلامه وهو قال انا مشيت السنة الفاتت ولقيت انه لجنة التمكين صادرت الاليات اللي بتفتح الكبار والقنوات وده الثبه في الكارثة ده كلام مناوي طيب هم قالوا شنو قالت لجنة التمكين المحلولة اصدروا بيان وقالوا انه يعني مناوي مرتبط بشخص اسمه عبدالباقي وهو من قيادات منطقة المناقل ومشروع الجزيرة واللي هو التحق بالحركة بعد سقوط النظام هو كان تابع للنظام السابق قصده من المؤتمر الوطني وانه مناوي زاره في منطقته اكثر من ثلاثة مرات ويعني الكلام ده هو قاله في المقابلة التلفزيونية بحسب حديث لجنة التمكين وانه اتهت في اعادة الاليات للمدعو او الموجود في المشروع او احد قيادات المشروع عبدالباقي لمصلحاته الشخصية وليس لمصلحة المشروع ده كلام منه؟ ده كلام لجنة التمكين طيب هم وضحوا قالوا انه هذه الاليات تم استردادة وظلت في خدمة الحكومة وقد تم الاستعانة بها في عدد من المهام واشرفت على تسليمه لادارة المشروع لجنة من النائب العام كونت بغرض التحقيق في هذا الامر وسلم التوصيات للنائب العام الذي دفع بها الى لجنة لاتخاذ غرار الاسترداد واكدوا انه الغرق لم يحدث في السنوات السابقة لان الاليات كانت تعمل تحت ادارة المشروع وبها خدم الاهالي والفغراء كثيرا طيب الذي سبت هنا انه فعلا فقدان الاليات ده كان سبب الناس لجنة التمكين بيقولوا ان احنا استحبناها لكن سلمناها الحكومة وان الحكومة الان بعد سلمتها ما استخدمتها يبقى كلام من ناوي ما عبارة عن اي كلام والسلام لا كلام من ناوي فيه وجوزه كبير من المنطق ومن الحقيقة للا انه هم ردوا فورا على من ناوي وبدوا يبروا انه فعلا انه استلمنا الاليات لكن سلمناها ورجعناها وما نكروا فاذا هناك امر خفي جزء منه لجنة التمكين كما قال من ناوي وهو لم يتحدث مجرد حديث لمجرد الحديث خلونا نستمع الى كلمة من ناوي اللي اتهم فيها لجنة التمكين ثم نعود لنواصل من ناوي انت تحمل حكومة يعني بعيدة عن السلطة منذ ما يقرب من عام ويعني على الاقل لا اقول اقيلت ولكن يعني خلعت من السلطة من قبل المكون العسكري كما يقولونهم وكما تقول القوى السياسية في السودان تحملها المسئولية عما يحدث الان احمل من احمل من احمل من احمل ربنا سبحانه وتعالى ما لازم احمل الحكومة التي تتولى من ناوي يحمل لجنة التمكين ما تم في يعني من احداث وقرق وسيول وفيضانات انتظمت يعني المناقل واثرت على المحلية ويعني دمرت قرابة العشرين قرية او تزيد وهو يتهم بشكل واضح لجنة التمكين من ناوي لم يكتفي بهذا القدر ولم يصمت هنا بل تحدث عن المجلس المركزي لغوى الحرية والتغيير قحت وقال انهم ليسوا واضحين مع السودانين ويتفاوضون معنا في الظلام هذا الحديث لمن يركو من ناوي انه غوى الحرية والتغيير قحت ليست واضحة مع الشعب السوداني وهي تتحدث عن الانقلاب والانقلابين ولكن تفاوضهم في الظلام هذا حديث من ناوي